بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أوذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركوا في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريتم فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعلني ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبخونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه قرها ووضعته قرها وحمل وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشهدهم وبلغ أربعين سنة وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما أعملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفلكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثا لله ويلك آمن إن وعد الله حق إن وعد الله حق فيقول ماذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل من درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يغرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قالوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجعلون فلما رأوه عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعدلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ظلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفتغون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصطوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا موزلا بعد مرسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس لهم من دونه أولياء أولئك في ظلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يغرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوفوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاء فهل يملك إلا القوم الفاسقين